تضليل دولي متعمد لانتهاكات الوضع الإنساني هكذا تصف الخارجية اليمنية ما يقوم به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن وياتي اتهام الخارجية بعد تصريحات أدل بها الجنرال الهولندي باتري كاميرت لصحيفة الفولكس الهولندية والتي قال فيها إن 20% من مخزون الحبوب في مطاحن البحر الأحمر دمرت بقذايف الحوثيين اتهام الرئيس السابق لبعثة المراقبين الدوليين ميليشيا الحوثي بالتسبب بتدمير مخزون الحبوب بالحديدة اعتبرته وزارة الخارجية دليلا على صحة شكوكها السابقة ببيانات مكتب الشؤون الإنسانية التابعي للأمم المتحدة وهو المكتب الذي رفض اتهام الحوثي بالاعتداء على مطاحن البحر الأحمر مطاحن البحر الأحمر تعد مثالا على ماسات تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة الإنسانية وهي الأزمة التي من المحتمل أن تستضيف جينيف من أجلها اجتماعا دوليا نهاية الشهر الجاري ووفق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فإن الاجتماع الدولي سيناقش الاحتياجات الإنسانية لليمن التي يحتاج فيها 80% للمساعدات الإنسانية والحماية كانت الحكومة قد أعلنت عن تسهيل ممرات إنسانية في الحديدة بفتح خطوط كيلو ثمانية وكيلو ستة عشر والستين بهدف الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر والمساهمة في إزالة العراقيل أمام المساعدات الإنسانية إلا أن تسهيلات الحكومة لا قد تعنتا من قبل ميليشيا الحوثي فيما هو واضح فإن مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لم تعد محل ثقة الجهات الرسمية بينما تستمر المساعدات الإنسانية في طريقها نحو ميليشيا الحوثي طالما ظل الوضع الإنساني في اليمن رهينة التجاذبات الصراع الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر